بقى لنا كم يوم خلاص بدأ فصل الخريف كلها كم أسبوع وهندخل على فصل الشتاء اللي بدأت توقعاته الاستباقية تكون حديث خبراء الأرصاد في العالم فيه توقعات بتقول انه هيكون شتاء قارس البرودة وإحنا على موعد مع ظواهر جوية صعبة جدا فريق تاني من الخبراء في العالم شايف انه هيكون شتاء عادي وطبيعي زي اللي احنا متعودين عليه كل سنة وإشعاية الشتاء بتدت شازلي وفيه أكتر شتاء وبقى أكتر برودة من عشر سنين وحاجات كده غريبة اه بس هل عندي استفسار يعني لما الخبراء والمختصين مختلفين احنا نعمل ايه يعني احنا عايزين نفهم اكتر طبعا كل هذه التساؤلات اللي كانت جوانا بتتكلم عنها دلوقتي هيجاوبنا عليها في هذه الفقرة ضفنا اللي منورنا طبعا في استوديو صباح الخير يا مصر الدكتور علي قضب أستاذ المناخ بجامعة أزة أزيق يا دكتور صباح الخير يا فن صباح النور أهلا بك يا أهلا بحضرتك أنا سمعت من جمالة أن كل الخبراء مختلفين في الموضوع ده لا مش اختلاف أمال ايه طيب لا لا بص حضرتك لازم نوضح من فرق بين سيناريو ومعلومات حقيقية فعلية تمام معلومات حقيقية فعلية يعني أنا عندي بيانات من خلال البيانات دي بنتنبأ بما هو آتي لعشرة أيام قادمة ده على مستوى العالم فقط عشرة أيام بس يعني منفعش أقول إن الشتة الجاي هيبقى ساعت بي أتوقع دكتور يقول لي إن الشتة الجاي وإحنا لسه ما ندخلنا الشتة ده الشتة الجاي هيكون هو الأكثر صعوبة والأكثر برودة لا قلني سنة عن سنة ما هو آمن نحن برضو أنا لسه هكامل بيديها اللي أقدر أقول إن الشتة ممكن يبقى شديد البرودة بس فيه في عوامل مؤشرات تقول إن المدن الساحلية أكثر المدن عرضة للزواهر الجوية المتطرفة ليه؟ لأن عندنا فيه قياس لدرجات الحرارة وهي مؤشر لعنف الظواهر الجوية ففي الارتفاع في درجة حرارة الأرض والصيف السنة دي كان أشد حرارة بسبب ما رصدناه من ظاهرة النينو الظاهرة النينو دي ظاهرة بتاعت السمحين تليدي هي مؤشر لارتفاع درجة الحرارة وبالتالي كان صيف 24 كان أشد حرارة هل ده معناه إن الشتة هيبقى شديد البرودة في مناطق ومناطق مختلفة؟ لكن على مستوى العالم قصد درجة الحرارة دي ممكن تبقى في أوروبا مخفضة وفي المناطق العروض الوسطى مرتفعة شوية وفي المناطق المدارية زينا كده في المناطق العربية تكون أعلى درجة حرارة فما بناخد متوسط درجة حرارة الأرض لو هنا زيد أربع درجات وفي العروض الوسطى اللي هي جنوب أوروبا زيد تلات درجات وفي أوروبا نقص درجة يبقى المتوسط العام عندي بقى ارتفاع مش أربع درجات ولا انخفاض درجة هنا يبقى متوسط عام دركتين بتاخد متوسط عام وبالتالي ما يصار على شبكات التراصل الاجتماعي هو مش حقيقة هو سيناريو محطول نتيجة إيه؟ إن أكبر طاقة مخزنة من الحرارة في المسطحات المائية المسطحات المائية محتوصة بدرجة حرارة الأرض بتمتسط درجة حرارة وبتشعها تاني لكن المية بتمتسط درجة الحرارة وإن تلتين الكرة الأرضية مسطحات مائية فبتاخد تلتين الطاقة الشمسية وبالتالي المسطحات المائية لما بيحدث عليها زواهر جوية بتكون عنيفة هل وارد يحدث في البحر المتوسط عنفه في الزواهر الجوية؟ أيوة لأن درجة حرارة المسطح المائي في البحر المتوسط هذا العام ارتفع الدرجة عن الأعوام السابقة يبقى بالتالي لما تيجي زاهرة جوية هتحدث في البحر المتوسط هتبقى شديدة هي هتحدث بين بس في المغرب ولا في سواحل الجزائر ولا في سواحل ليبيا ولا في مصر هنا ده طاقة منخفض جاوي لو فقد الطاقة بتاعته كلها فوق سواحل الجزائر لما يجينا عندي هيكون صدي ما يأثرش جامل عليها لكن لما يكون جاي ضعيف وخد قوته في المية هيوصل عندي عنيف دي نقدر نعرفها إمتى قابليها بعشر تأيات لكن كسيناريو كل المسطحات المائية الموجودة في المناطق المدارية والمناطق تحت المدارية اللي هي زي البحر المتوسط أو المحيطات اللي تحت هتبقى عنيفة وعنيفة مؤثرة جدا إذا نولات المتحدة المنكية معرضة لعصير قوية الصين معرضة لعصير قوية عصير يعني إيه بها ده عصير دي مش منخفضات جوية عدية أعصار يعني مدمر يعني رياح عاتية يعني فيضانات عارمة يعني صحب ركامية رعضية توقف حركة طيران كل شللتان شللتان وده بيكون في المناطق المدارية والاستوائية إحنا بقعد عنها طيب دكتور علميا ماذا صحة الحديث أنه لما يكون الصيف شديد الحرارة يقابله شتاء قارس البرودة علميا ده صحيح؟ لا طبعا ما فيش دراسة عملت حتى هذه اللحظة على ربط ارتفاع درجات الحرارة بأنه الشتاء شديد البرودة أو قارس البرودة لا 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 إحنا بناخد متوسط ارتفاع درجة حرارة الأرض على مدار 150 سنة كان 1 و2 من أعشر درجة مقوية طب الارتفاع ده كان في الصيف ولا في الشتاء في الخريف ولا في الربيع محدش يقدر يقول كده لكن كان في الصيف واضح لارتفاع هل معنى كده لما يكون ارتفاع درجة حرارة ونص أو 1 و2 من أعشر درجة مقوية على مدار الزنة ارتفعت في الصيف دلت درجات يبقى في الشتاء ترتفع إيه؟ نص درجة ربع درجة فيه مناطق مش هترتفع ده المتوسط العام فيه فرق متوسط العام زي عانا ده أني أنا ما أخذ على سبيل المثال وليس الحص لما أقول إيه فيه أوزان فيه خمسة أوزانهم فوق 80 كيلو متر جرام وفيه ثلاثة وزنهم فوق 90 كيلو جرام وفيه اتنين وزنهم 50 كيلو جرام أما أخذ المطاستة العام مش هكون معبر عن كل واحد لكن هو بيدي مؤشفة تمام طب دكتور بتحب الصفة للشتر أنا شخصيا فيه ارتباط ما بين الحياة اللي أنت بتقيم فيها وحبك لصفة للشتر يعني ما تيجي للسواحلية الإسكندرانية عموما يقولك أنا ما أحب الصيف أبدا أنا أحب الشتة أجواء شتوية جميلة ليه؟ لأنه عاش في هذه الأجواء بالإضافة إلى أن موليد فصل الشتة يحبه الشتة موليد فصل الصيف يحبه الصيف الحالة المزاجية تصدق فعلا فكرة؟ مرتبطة لا الحالة المزاجية مرتبطة بالجو تبقى ريئة جدا في فصل الشتة الحالة المزاجية بمعنى إيه؟ يعني أنت النهاردة عندك ودي أبحاث معمولة مش كلام عام أبحاث معمولة أن مزاج الإنسان بيبقى كويس جدا في الأجواء المعتدلة لا هي شديدة الحرارة صحيح أو شديدة البرودة بناء على أن معظم المواطنين المتواجدين في المناطق الشديدة البرودة اللي هو شمال أوروبا وسكتلندا والمناطق دي الحالة مزاجعة عندهم مش تماما طب المناطق المدارية والاستوائية انفعالين أكتر الوسط دايما بيبقى هو ما بين المعتدل والبرودة هنا طب خلينا بقى نشوف رأي الناس طبعا بمناسبة اقتراف فصل الشتة الفترة اللي عاش نها في فصل الصيف كانت صعبة جدا كاميرا صباح الخير مصر نزلت الشارع وسألت الناس عن رأيها في الصيف والشتة لو يترى بيحبوا الصيف ولا بيحبوا الشتة في نقاش كده بيبقى مهم جدا ما بين شهر سبتمبر وأكتوبر بين محب الصيف والشتة وأول ما الجو يبان فيه كده نسمات الهواء الجميل يبتدي محب الشتة كده تحس ان هم مبسوطين ومقبلين على الحياة محب الصيف بيكونوا زعلانين شوية كده ان الصيف خلاص هيخلاص فقلنا ننزل الشارع ونشوف مين اللي يكسب فريق الشتة ولا فريق الصيف فتعالوا بينا نشوف الناس اختارت ايه نار الصيف ولا جنة الشتة نار الصيف ولا جنة الشتة نه جنة الشتة طبعا حب الشتة طبعا ليه بقى عشان إنسان طبيعي أي حد طبيعي يحب الصيف مش طبيعي لا يعني الموضوع صعب في الشتة كل حاجة سهل وثلسة كده ايه أكتر حاجة بتحبها في الشتة وبتفتقدها في الصيف في الشتاء بنفتقد المصيف الجو السيف ده فرهضة كده والواحد ما يعرفش يعد اي حتة ولازم بقى تكيف والمكان اللي مفوش تكيف عرق بقى على طول كده الحاجة اللي بتحبها في الشتاء وبتفتقدها في السيف طبعا الجو الجو في الشوارع نعمة احسن حاجة بصراحة الشتاء ده في كل حاجة كويس لا الشتاء الشتاء طبعا ليه بقى؟ علشان الجو بيبقى احسن والجو ما بيبقاش حر وبس حر تلزيق ايه اكتر حاجة بتحبها في الشتاء ولما بتيجي الصيف بتبقي مفتقدها وعايز الشتتين طبعا الجو الحلو والخروجات اللي بتبقى في الشتاء بتبقى أحلى الشتاء ليه بقى؟ كده الصيف كله حر وتلزيق اكتر حاجة بتحبها في الشتاء جو بالليل بس نار الصيف ولا جنة الشتاء؟ جنة الشتاء ليه بقى؟ لا يعني نار صيف ليه حر ليه اكتر حاجة بتحبها في الشتاء؟ المطرة جنة الشتاء ليه بقى؟ عشان بحبش الصيف بتبقى حر قوي ولكن الشتاء بتبقى عادي بحب الجو وكنه خروجات الصيف ولا خروجات الشتاء؟ اه خروجات الشتاء الهدوم تبقى أحلى وكنه جنة الشتاء طبعا ليه بقى؟ الشتاء المطر اللي الجو بيبقى لطيف أما الصيف بيبقى حر وتلزيق والواحد بيبقى مخنوق مش طيق نفس الناس اللي بتحب بقى تيمشي في المطر؟ أكيد هي الشتاء أحلى من الصيف طبعا حقيقة طبعا بشكر زميلنا العزيز محمود جميل لكن أنا مش عارفة هل محمود كان قاصد ان هو يسأل الناس اللي بتحب الشتاء؟ ورده بجد إجماع يعني هل ده إجماع على فصل الشتاء؟ بس عنا الشتاء برضو يعني جو الشتاء عندنا في مصر حلوة قوي الحقيقة بس عايزين برضو نتطمن من دكتور علي الأجواء هتبقى عاملة ازاي؟ دكتور حضرتك قبل ما نطلع ونشوف التقرير ونسأل الناس في الشارع حضرتك تمنتنا إن أجواء الشتاء طبعية مفيش الرعب اللي موجوده إنه شتاء قارس هو على فكرة التقرير أستاذ شمانا برضو منطقي جدا وكلام الناس منطقي جدا ليه؟ هو الشتاء عندنا درجة الحرارة فيه تنخفض لكام؟ ما هو دي برضو مقياس بالبحث وجد إن أحلى جو ينتعش فيه الإنسان عندما تكون درجة الحرارة 27 درجة مقوية ورطوبة نسبية مهامور طبعا رطوبة نسبية هون؟ ورطوبة نسبية 30% طب هل إحنا عندنا الصيف كده؟ دا 80% و90% رطوبة رطوبة 90% والدرجة الحرارة بتوصل 40 درجة مقوية يبقى مين يا يحب الصيف؟ دكتور بسداء يسير مخاوفنا برضو لأنه الصيف إحنا بالنسبة لنا حتى درجات الحرارة دي مش معتادة يعني درجات الحرارة اللي كانت موجودة عندنا دي مش درجات الحرارة مطلوبة نسبية هي زادت شوية لكن إحنا شوية كثير ما هو فيه جو متأسر بعدة عوامل من ضمنها تدريس المنطقة من ضمنها الموقع الجغرافي أنا موقعي الجغرافي فيه؟ ده أنا في أعلى درجة حرارة على مستوى الكرة الأرضية عزي درجة البرودة اللي موجودة في الوقت المتحدة في فلوريدا في الصيف درجة الحرارة بتوصل 40 درجة مقوية شوف عكس بعض تماما التدريس بتختلف إحنا موقعنا الجغرافي موقع بمتميز إحنا ما بين مناطق ساحلية بتتبع جنوب أوروبا السكندرية والمناطق دي جو جميل جدا في الصيف يعني بتبقى أفضل بكتير جدا وفي الشتاء جو جميل درجة حرارة ما بتنخفضش مثلا عن 20 درجة مقوية أما لو جينا مثلا للقاهرة والصعيد لا درجة حرارة مرتفعة ما احنا كلنا بنتاجه لجلوب درجة حرارة بترتفع كمان المسطح الماء بيفرق يعني أنا في منطقة مستطح ماء كبير غير منطقة كلها صحرة صحيح وبالتالي هنا درجة الحرارة بتختلف لما نيجي مثلا البحر الأحمر جو جميل جدا في الصيف في الشتاء عفوا في الصيف درجة حرارة مرتفعة وبالتالي التنوع ده نعمة من ربنا للزراعة للإنسان عشان تتحضيرك تسافري تصيفي في اسكندرية والشتاء تروحي في أسوان وهكذا التنوع ده بيخلي فيه تكامل ما بين المورة شوف الدكتور بيقولك الإنسان بيقدر يبدأ في الشتاء ويقدر يستنوا مني إبداعات كتيرة فقا الفترة طبعا الشتاء أصي شتاء مصر على فترة متنمية قال كمان إن مواليد الشتاء بيحبوا الشتاء طبعا وعدين الأجواء اللي موجودة ما هو بتدخل عوامل كتير جدا هل المنطقة الجغرافية اللي إحنا فيها مزدحمة يعني ما جل القاهرة مثلا من عشر سنين تعداد سكان القاهرة عشرين مليون في مدان رمسيس صعب جدا لكن تعال النهاردة في الصيف لما تروح العاصمة الإدارية لما تروح التجمع مناطق متسعة فبرضو الكسافة السكانية بتكون مختلفة وده الاتجاهات المناخ العالمي اللي هو تفريغ المدن الرئيسية من تعداد السكان المتزايد يبقى النهاردة مسطحات خضراء جميلة نسبة مسطحات خضراء بتوصل خمسين في المئة واربعين في المئة ومباني السكنية ستين في المئة متسع مباني مش مرتفعة فيه قنوات وزراعات كل دي عوامل بتساعد على الاستمتاع بالجو استمتاع بالجو مش حرارة وارطوبة فقط لا 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 حاجات تانية كتير جدا جدا بالإضافة لحال المزاجين اللي أشارنا إليها لا تدال يعني زي ما حضرتك قلت بالنسبة الأمطار السنة دي توقعتها إيه بص حضرتك إحنا في خريف الخريف مديته ثلاث شهور النص الأولاني من خريف اللي بدأ يوم 23 سبتمبر ده عبارة عن سمات صيف يعني إحنا قاعدين في أجواء خريفية لو مشينا في الشارع الساعة واحدة الضهر اثنين والضهر ثلاثة هنلاقي أجواء حرارة لسه لأن درجة حرارة 32 مع رطوبة نسبية ممكن تبقى أربعين في المائة هي يجي أيام تبقى درجة حرارة مثلا بعد ثلاث أيام هتبقى درجة حرارة ممكن تسعة عشر تلاتين جو جميل لكن مقدرش أقول جو معتدل لأن رطوبة نسبية برضو عالية سرعة الرياح بتختلف الشتاء هيأتي في نصف الثاني من فصل الخريف ده إيه مناخيا مش جغرافيا جغرافيا بيبدأ الشتاء في 22 ديسمبر لكن مناخيا بيبدأ إمتى بيبدأ من نصف الثاني من شهر نوفمبر فتلاقي الأجواء فيها سمات سحب كتير جدا فيها برودة شوية نبدأ نقول لأولاد نلبسوا ملابس تقيلة شوية خلال فترات الليل أو أثناء ساعات النهار نقدر نقول الجاكت ده يبقى أساسي بالليل الأطفال ياخدوا أخطر فترة بتمر هي الفترة الانتقالية اللي هي النصف الثاني من فصل الخريف الشتاء كلنا بنلبس تقيل وجو جميل وبنخرج وتبقى الفترات بتاعتنا مستمتعة لأن كمية التلاوث فيها بتكون أقل نتيجة لأن الأطفال لما بينزل بنزل مع الملوسات الموجودة في الجو طيب دكتور حضرك قلت لنا دلوقتي أنه الصيف 20-24 كان صعب جدا هل كان الأصعب على مدى 40-50 سنة فاته عاوز أقول هو بالنسبة مصر آه ليه مع أن فيه سنوات في عام 1998 و2003 درجات حرارة كانت عالية جدا ولكن المشكلة في صيف هذا العام الفترة الزمنية الطويلة يعني إيه سيد محمد لما نجي نقول أن صيف 2003 كان درجة حرارة وصلت لـ 45 درجة مقوين بس كم يوم تعداد الأيام كم يوم وفي اليوم وصلت كم ساعة لكن النهاردة لما نجي نتكلم عن صيف 24 فيه متواصل بدأ من شهر خمسة لغاية نص ستة خمسة ده يعني ربيعه وستة ده بداية صيف وصلت درجة الحرارة أربعين درجة مقوية يعني قعدت شهر يعني جو درجة حرارة مقوية كل يوم تمانية وتلاتين تسعة وتلاتين أربعين اتنين واربعين في اليوم نفسه تعالي بص درجة الحرارة مثلا من الساعة أحداشر تمانية وتلاتين للساعة ستة المغرب تمانية وتلاتين يعني فترة زمنية طويلة غير ما تيجي لو إحنا في الشتاء مثلا أو في أجوات زي دلوقتي جو جميل جدا جاءت درجة الحرارة جاءت في ساعة واحدة وصلت خمسة واربعين مش هنحسها قوي لكن الفترة الزمنية عامل مؤثر التعداد وتكرار الموجات عامل مؤثر الرطوبة النسبية عامل مؤثر كل دي عوامل مساعدة وأساسية في زيادة إحساسنا بالموجات الحرارة طبعا بوضحت الفكرة بشكر حضرك شكرا جزيلا أكتر علي قد أستاذ المراخ بجماعة الزأزيق بشكرا كيف أننا بقى كل هذه المعلومات شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم يعني أنا سعدت بوجودي في هذا المكان على مدار يمكن 25 سنة كنت بقدم نشرة دوية فيها شكرا رفتنا فأنا رفتنا ديك صحة طلط العمر شكرا جزيلا لك